نصلى على النبي ونبدأ بسم الله في المنا بيبدأ ببنت صغيرة اسمها فيرة وهي في الجنينة وبنشوفها يا عزيزي وهي مصدومة وده لأن الكلب بتاعها تضرب طلق أومات وبعد فترة بنشوفها أعدى مع الدكتور النفسي بتاعها وكان بيحاولي خليها تتكلم عن الكلب بأي طريقة وده لأنها من وقتها وهي رفضة الكلام وكتمة في نفاسها فبتضطر وما هتعزل من البيت اللي كانوا فيه وكانت فكرة انها كده هتساعدها وما كانتش تعرف يا عزيزي اللي هيحصل لها المهم بيوصلوا بيتهم الجديد وكانوا مبسوطين قوي جدا خالص وبعدها بتتصل بفكتور طلقها وبتقوله على الجديد مع فيرة وبتعرفه إنها بقت تتكلم مع الدكتور بتاعها غير الأول وكمان بقت تعيش حياتها بشكل طبيعي والأحسن في الموضوع كله إنها بقت تحب البيت الجديد وده أكتر حاجة مفرحاني ومخلياني مبسوطة وبتقوله إن كل حاجة تمام واشتة صباح الفل إلا حاجة واحدة بس علاقتها بمريانا ومريانا دي بقى يا عزيزي تبقى مرتبوها وبتطلب منه إن يحافظ على العلاقة ما بينه وبين فيرة وبعدها بتطلع طوحه تجنب فيرة وبتحكي لها حد وقت قبل النوم وبعد ما بتنام بتطلع على برا لكن بتستغرب لما بتشوف الباب ده مفتوح فبتروح وهي مرعوبة عشان تقفله ولسه بتمسك الأكرة وهاتشد بتسمع صوت رزعي فوق فبتطلع عشان تشوف الحكاية وبتلاقي الشبابيك كلها مفولة عادي بس بتشوف صندوق خشب غريب ولما بتروح تفتحه بتلاقي فيه دفتر يوميات وقلم وحاجات غريبة بس بتسمع صوت على السلم وبتفتكرها فيرة لكن بتحس بها وبيوقفها فبتترعي باقتر واقتر وبتنزل تشوف فيرة وتاني يوم بتتسأل على السمصرة اللي اشترت منه البيت وبتقوله على الصندوق فبيقولها إنه هيكلم الناس اللي كانوا قاعدين في البيت وبعد شوية حرس الأمن بيقولها إن فيكتور وصل وبتقوله يخلي يدخل على طول وبنعرف يا عزيزي إنه جاي يخدها تقعد معا كم يوم وبتنزل فيرة وبتوري له صورة رسمة هالو وبيشكرها فيكتور وبيقولها إنه مريانا مستنياهم وأول ما بتسمع اسمها بتقوله يبقى الأحسن إنه أقعد مع ماما ومعقلت لها ما تزعليش فيكتور بقى منك انت المفروض تقدي كم يوم معاه بصت لفيكتور وقالت له وانت وعدتين إنهان كل واحدنا الأجازة دي قال لها معلش إن الخطة تغيرت وبيوعدها إنها هتكون مبسوطة الأجازة دي بالذات وبعد ما بيمشو بتدخل على قوضة المكتب وكانت بتلمي في الكراكيب اللي فيها وفاجأة بتسمع صوت صفار عالية في ودنها وبتلاقي شكل القوضة بيتغير وأول ما الصفارة وقفت خادت بعضها وأنزرن من القوضة بس بتلاقي تلفونها بيرن وبتدخل تاخده بسرعة وبتخرج وبيطلع السمصر هو اللي بيرن عليها وبيقول لها إن أصحاب البيت والأدام ما يعرفوش حاجة عن الصندوق ده يعني لو مش عايزة ارمي في أي صندوق زبالة ورياح نفسك فبتطلع على فوق وبتفتح الصندوق وبتفضل تتفرج على الحاجات اللي فيه وكمان بتطلع دفتر اليوميات وبتقرى فيه وبتلاقي في إبايا عزيزي كلام عن ناس مريضة وكمان بتشوف رسومات مرعبة كتير وفي آخر الكلام عن كل مريض وقت وفاته بالزبط فبتترعب وبترمي الدفتر في الصندوق وبعدها بتطلع ترمي جنب بسكت الزبالة وبترجع بيتها وبتاخد أدوات التنظيف عشان تطلع تنظف المكان لكن الكارسة بقى يا عزيزي لما بتلاقي الصندوق رجع مكانه الله بقى وطبعا من غير تفكير بتنفق على تحت على طول ده مش بس كده يا عزيزي دي بتاخد شنطتها عشان تمشي من البيت نهائي ما العمر مش بعزاقة لكن بتلاقي فيكتور بيتصل عليها وبيقول لها ان فيرا في المستشفى وفي سانية لسانية كانت في المستشفى وبتقابل هناك فيكتور وماريانا وبتعرف ان فيرا جرحت نفسها بالسكينة ولما بتلوم فيكتور على الله حصل ماريانا قالت لها ان الغلطة غلطتها وبتقول لها انها كانت بتحاول تصلح العلاقة ما بينهم واخدت فيرا معها على المطبخ تساعدها في الأكل على اساس يعني اي بنت صغيرة بتحب تساعد في الطبخ وبتقول انها اكدت عليها ما تمسكش السكينة بس مش عارفة مسكتها امتى وازاي وبعد ما كانت قلجة دخلة متعصبة بتهدى وبتقول ل ماريانا ما ترميش اللوم على نفسك يا ما حصلت لها حاجات كتيرة وهي معايا ماريانا قالت لها انا مش عارفة الله حصل ده حصل ازاي انا شلت كل سكاكين من قدامها استغربت قلجة لسواني وقالت لها هي ممكن تكون قصدة تجرح نفسها بس الدكتور بيجي وبينده عليها وبتقوم وبتطمن ان يدها كويسة بس ما ينفعش تكتب او ترسم بها دلوقتي يعني ما تستخدمش يدها اليمين اصلا وركز باقي عزيزي معايا عشان اللي جاي حكايا فيكتور بيقول ل قلجة انه هيسبها معاها لكن قلجة بتتوتر وبتقوله انهم ما ينفعش رجعوا البيت دلوقتي في تسريب غاز في البيت ولسه مصلحتوش ماريانا قالت لها خلاص يبقى تعالي البيت عندنا انا كده كده رايحة لختي يومين واما بتصدق قلجة تبعد عن بيتها وبتوافق ولما بيروحوا بيت فيكتور بتسألها قلجة جرحت ايدك ازاي فبتسكت وما بتردش عليها وفيكتور بيغلوش عالكلام وكان خايف ان الفيرة تدهي من السؤال وبيقول لقلجة بلاش تسألها عشان ما تدهيش وان اللي حصل ده مغرد حدثة عادي تاني يوم قلجة بتسرش عن الحوادث الخارقة للطبيعة وكانت عايزة تفهم ازاي الصندوق رجع تاني وبكرر انها هترجع البيت عشان تشوف حكاية صندوق علي بابا ده ايه ولما مريانا بتوصل بتقول فيرا انها عايزة تروح مع قلجة قلجة قالت لها انها رايحة مشوار ضروري ومش هينفع تاخدها معاها وقبل ما تمشي بتقول لي فيكتور ما يجبش فيرا البيت الا لما تتسل وتقوله انها صلحت الغاز وبتاخب بعضها وبتروح تقابل دكتور فيرا وبتقوله انت الوحيد اللي جيت على بالي انا عايزك في موضوع هيشيب لك شعرك لسود ده وهاقلب وبيض وبتاخده معاها على البيت وبتخليه نزل الصندوق في الدور الارضي وبعدها بتاخده وبتطلع على فوق وبيتصدم لما بيلاقي الصندوق اللي نزله رجع مكانه قلجة قالت له ايه شعرك شاب ولا لسه الدكتور كان مصدوم ودماغه بتعمل ايرور وقال لها ازاي ده بس حصل قالت له انا جايبك عشان انت اللي تقول لي ده غير اني متأكدة من يوم في المية ان الصندوق ده كان فاضي اول ما اسكنت في البيت ازاي الحاجة بقى دي تحطت فيه وبتاعت مين دي اهو ده اللي عمل لي طرال اللي في دماغي واول ما بيفتح الصندوق قلجة بتسمع صوت صفارة والانوار بتفضل ترعش وبتشوف قدامها سرير وكأن في حد مربوط عليه وفجأة كل ده بيختفي وبتقول للدكتور انت سمعت الصفارة دي ولا انا اللي سمعتها الواحدي قال لها انه ما سمعش حاجة وبينزلوا هما الاتنين على تحت وكان معهم دفتر اليوميات وبيفضلوا يسرشوا على عسام الضحايا اللي في الدفتر بس ما بيقدرواش يوصلوا لأي حاجة وبيفضلوا يقروا في الدفتر وكانوا مستغربين من الطريقة اللي القاتل قتل بها ضحاياه وكمان بيلقوا القاتل الكاتب اللي حصل بالزبط وكاتب ان يوم اول ضحايا ليه كانت كل حاجة بتتهز البيت وكل حاجة فيه كانت بتتهز انا كنت عايزة عيش حياتي بنظام واستقرار بس محدش سمع كلامي كان لازم اوصل لحل واللي اهتزاز اللي حصل ده هو اللي جاب لي الحل قلقت صدمت والد انا دفعت كل جنيكاً معايا في ام البيت الملعون ده انا مش عارفة ايه العمل دلوقتي لكن بيتشوف الرسومات صورة تشبهها بالزبط وبتصور نفسها وبتفضل تقارن ما بين الصورتين ولما الدكتور بيشوف الصورة بيقول لها انه هيقض الدفتر بتاعت القاتل ويروح لعلمة خطوط وبيقول لها ممكن تساعدنا ونعرف اللي كتب الكلام ده في تفاصيل كتير جداً علم الخطوط بيكتشفها وبيقول لها انه مش هيقول لها الدفتر دي لقينها فين وهم بيتكلموا بيكلمها حارس الامن وبيقول لها ان فيكتور وفيرا واصلوا فبتتوتروا وبتقولوا يخب السندوق بسرعة قال لها سندوق اللي خايفة يشوفوه انا اللي مفروض استخبها يا هانم وبيقول لها تطلع هي الفكتور وما تخلوش يدخل خالص وفعلاً بتطلع وهي متوترة وبيلاحز فيكتور العربية الغريبة اللي قدام بيتها وبيهزر معاها وبيقول لها ابقى سلميني بقى على الغاز المتصرب لو كنت عايزة تقضي ليلى حلوة كنت لغتيني وانا زبطتلك الدنيا لكن قولجة بتعمل نفسها مش فهم حاجة وبتقفل معا في الكلام وبتجري تلحق في را لكن بتلاقيها شافت الدكتور جوه واستغربت وسألتها وده حبيبك قالت لها لأ ده كان بيساعدني بس في حاجة وبيخرجها الدكتور من الموضوع وبيسألها إيه اللي حصل لإيدك قالت له إنها حادثة بسيطة وتلات على قودتها تاني يوم قولجة كانت بتراوى قودت فيرا وبتبعت فيس لفكتور وبتقول له ما ينساش يجيب لي فيرا بوكس عشان تلم ألعبها فيه وبتشوف في درج مكتبها صورة رسمتها وكانت رسمة نفسها وهي مجروحة في أديها وفيكتور وماريانا وقفين على جنب فبتتسل بسرعة الدكتور كارلوس وبتفتكر اليوم اللي كلب فيرا مات فيه ووقتها شالوا الكلب لما أخد رصاصة وكان لسا عايش وقبل ما يتحرقوا بالعربية بيتصدموا إن فيرا قتلته وقالت لهم عشان كان بيتقلم فقررت أخلصوا من ألامه الغريبة بقى يا عزيزي إنها ما كانتش ندمانة ولا حتى ضمرها قنبها في يوم الأيام ولما الدكتور أو أي حد بيسألها عن الموضوع ده ما كانتش بترضى تتكلم في نهائي وكل اللي كانت بتقوله إنها عملت الصح المهم يا عزيزي في الوقت الحالي كانت في الجلسة بتاعتها والدكتور بيسألها عن جرح إديها قالت له إن الغلطة غلطة ماريانا فبيقول لها وإنت عشان كده جرحتي نفسك عشان تثبت إنها ما كانتش بتهتم بيكي قالت له المفروض فيكتور هو اللي يهتم بيا مش هي وبعدين اللي حصل حصل خلاص دي كانت حد سعادي ولما حاول يتكلم معاها الرفض بتتكلم تاني وبعد الجلسة بيقبل قلجة وبيقول لها إن فيرة شخصيتها مخيفة هي شايفة إنها ما بتعملش حاجة غلط إزاي أصلا بنت في سنها تقدر تشيل كلبها وهو مجروح قالت له إن فيكتور هو اللي ادهوا لها فبيقول لها إن الفكرة في الأساس كانت غلط هي بتفرض رأيها عليكم وإنتوا للأسف بتوفقوها على اللي هي عايزاه دم خليها شايفة إنها ما بتعملش حاجة غلط أساسا زي مثلا لما جرحت نفسها بالسكينة ما حدش فكر يعقبها ولا يقول لها إن اللي عملته غلط هي بتستغل بعض كينتي وفيكتور عن بعض فبتسكت وبتقول له يا ريت تفاهم فيكتور الموضوع ده وبتدخل معاه لعلمته الخطوط وبتقول لهم إن دي مذكرات لقاتل خطير وكان كاتب تلات مذكرات لتلات ضحايا وبتقول إن إليسيا وإيمانويل دول أول ضحايا وكانوا ميتين أصلا لكن مارتن التالت ده فدل يعزب فيه بس لسه ما ماتش لحد دلوقتي يعني المذكرة بتاعت مارتن الضحية التالتة لسه كتبتها ما خلصتش عشان مارتن ده لسه عايش بس فيه ضحية تانية من موضوع البعيد كانت حادثة غير مقصودة وبتقول اللي كتب المذكرات دي ست مش راجل وإن فرسوماتها ألم وحزن جديد وإن عمرها لا يكل عن 40 سنة تقريبا وتبالي الناس إنها عايشة حياة طبيعية بس هي من جواها مقيدة قل جعلت لها تقدر تعرفها هي مين قالت لها لا مش باين بس هي حاول إن نوصلها بأي طريقة أولا هي عندها أعاقة في إيديها ما بتعرفش تبسك القلم عادي لازم تمسكه بالطريقة دي كارلوس قال لها تفتكري نقدر نوصل لها قالت له ممكن ليه لا الكتابة دي مكتوبة قريب مش من زمان أنا شك أنها مدرسة في مدرسة ابتدائية وبتتعب قلجة وبتطلع على برة ولما كارلوس بيطلع وراها قالت له إن فيرا لازم تقعد مع فيكتر اليومين دول أنا مش عارفة من القاتل ولا إزاي الصندوق وصل عندي والمشكلة إن لو قلت الفيرا خليكي عندي فيكتر هتتضايق وتكرهني كارلوس قال لها ما تضايقش نفسك أنا هتكلم فيكتر وهشرح له الموقف قلجة يا عزيزي كانت هتتجنن وبتقول له أنا مش مصدق إن أنا وفيرا أعيشين مع التالت قطلة وإن بتحصل حاجات كتيرة غريبة في بيتي والصندوق ما بتحركش من مكانه كارلوس هداها والدها على الجي هدق عصابها وبيقول لها تقوم تاخد لها دش بقى عشان تفوق وفعلا قلجة بتقوم ولما طلعت سمعت ست تزييق الباب وبتطلع وهي مرعوبة وفجأة بتشوف واحدة قدامها دخل القوضة وبتنصدم وبتدخل وراها ولما بتشوفها تاني بتخف وبتطلع بس بتدخبت وبتوقع على الأرض وبيسمع كارلوس الصوت وبيروح لها وبتقوله إنها شافت القاتلة في قوضة نومها ولما بيدخل كارلوس ما بيلاقيش أي حد وبيطلع وبيلاقي قلجة طلعت المذكرة وبتلاقيها كاتبة إنها تخلي مارتن يوصل لحالة الجنان الرسمي وكمان بتعرف إنها تعمل كده في خلال الـ 72 ساعة الجايين ولما بيسألها كارلوس بتعملي إيه قالت له إن القاتلة كملت كتابة في دفتر مارتن وبتقوله إنها هتقتل مارتن هنا في المكان ده كارلوس كان محتاج حد يعالجه ويقعد يسمعه وبياخدها على الحمام وبيخيط لها الجرح وكان فاكرها بتهلوس وما صدقش إنها شافت القاتلة وبيقول لها إنه ده على قوي طلعت له الصورة اللي في المذكرة وبتقول لني دي أنا المذكرة دي عارفة اللي هيحصل فيها بص كويس في الصورة في جرح فوق حواكبيني أو ممكن تكون هي اللي تسببتلي في الجرح ده كارلوس سيكت شوية وقال لها أنا الصراحة عاجز عن التفكير وبالصدفة بتشوف في المذكرة مينيو المطعم معروف وبيكرروا يروحوا المطعم يمكن يوصلوا لأي حاجة ولما بيوصلوا بيسألوا عن مارتين وبيعرفوها إنهم مستجل التجاري وعايزين يقبلوا مارتين صاحب المطعم قالت لهم إنها هي اللي صاحبة المطعم واسمها ماريا اتوتروا وكارلوس قال لها إنه عايز يقبل مارتين فبيتقول للولد اللي علقتيها ادخل جوه يا مارتين اللي اتنين بصوا البعض باستغراب ولما سألتها أولجا هو ده اسمه مارتين قالت لهم هو جزي السابق بعدكم ولا إيه قلجا تصدمت ودمغة لفت حوالي نفسها وبياخدها كارلوس على بره بسرعة قبل ما ماريا تتسل بالشرطة وبتقول له قلجا إنها مش فهمة أي حاجة المذكرة بتقول إن مارتين هيموت في عمره لتنين وثلاثين إزاي المذكرة بتقول إنه هيموت في خلال اتنين وسبعين ساعة وإزاي هو لسه طفل صغير في حاجة غلط أنا مش فاهمها المذكرة بتقول إن مارتين درواجل ممكن تكون اللي بتكتب دي لسه بتتعلم الكتابة ولما بترجع البيت بتفضل بصة على فيرة وكانت مركزة مع إيدها وطريقة كتابتها وبتخاف وبتشيل من إيدها الألم وبتقول لها إن فيكتور جاه وبيدخل فيكتور وهو جايب لها هدية ولما بتروح قلجا تشوفهم بتتصدم لما بتلاقيه جايب لها السندوق الملعوم وبتتعب وبيغم عليها ولما بتفوق بتاخد فيرة على فوق وبتوريها الحاجات اللي جواه السندوق وبتسألها انت تعرف الحاجات دي بتاعت مين قالت لها لأ أول مرة شوفهم لكن بتستغرب لما بتلاقيها بتعدل الدفتر وبتبصل لها بصة اللي هي أبوس إيدك صباح صباح أو عي تطلعي أنت اللي في بادي وبتمسك دفتر مارتن وبتفتحه وبتلاقي القاتلة كملت كتابة وكتبت إن مارتن مات الساعة 2.48 دقيقة وبتاخد بعضها وبتروح لكارلوس وبتقوله إن مارتن مات والمفاجأة بقى يا عزيزي إنها بتقوله إن فيرة هي اللي قتلته وبتعايته بتقول إزاي فيرة بقت قاتلة كده أنا عملت إيه عشان تطلع كده؟ إزاي ما فيش في قلبها رحمة؟ دي كتبت إن مارتن فضل أربعة أيام بيعاني قال لها فيرة ما عملتش حاجة يا ست فوه نفسك بنتك مش قاتلة قالت له ما عملتش دلوقتي بس لسه هتعمل لما تكبر البيت الجديد ده كان عايز يقولي حاجة وأنا لمفهمتش يعني إيه بقى يا عزيزي؟ يعني جامايكا جالها من المستقبل عشان يوريها عميل بنتها المهببة بستين نيلة وبيقول لها كارلوس إنهم لازم يلحقوها لازم يقربوا منها ويرقبوا كل تصرفاتها وما تنسيش الاهتزاز اللي قالت علي في المذكرة هي عالة أول ضحية ليها كانت يوم الاهتزاز اتصدمت وقالت له الكلب ممكن يكون هو كان أول ضحية ليها وبيرجعوا لعالمة الخطوط وبيسألوها قالت لهم لا أول ضحية ليها كان إنسان مش حيوان وكمان كان قريب منها وما كانتش أصدها إنها تقتل أول ضحية أساسا بس هي وقتها كانت طفلة وكانت حادثة غير مقصودة وإنها قتلت شخص كان بيحاول يقتلها ومن وقتها وهي بقى عندها رغبة القتل استغربوا قالوا منها يحاول يقتل طفلة وقل جا يعيني ما كانتش قادرة تستوعب اللي بيحصل ويوم عينت ميلاد فيرا كانت أعدم رأباها وما كانتش عايزة تشيل عينها من عليها لكن بتلاقيها بتبص على حاجة ولما بتشوف هي بتبص على إيه بتلاقي فيكتور بيلبس مريانا حلق والكارسة يا حزيزي إنه نفس الحلق اللي لقيته في الصندوق اللي في البيت وبتفهم إن أول ضحية لها هتكون مريانا تاني يوم بتقعد مع فيرا وبتحاول تتكلم معاها وبتلاقيها رسمة صورة لمريانا وهي الوحدة وبتعيط وبتقول لقل جا قولي لي أعمل إيه عشان مرجعش بيت فيكتور ومريانا تاني قالت لها ولا حاجة أنت بتروحي عشان تقعد مع فيكتور ده غير إن مريانا بتحبك وبتقول لها إنها مش هتوديها بكرة لفيكتور نفس الإحساس الهواء اللي بيعدي جنبها وبتطلع القوضة اللي فوق وبتحس إن في حد في المكان وبتفضل تنده على فيرا بصوت خفيف وكانت مستنية فيرا بس اللي من المستقبل ترد عليها وبتقول لها مامك أنا عايز أساعدك يا بنتي لو حس بي يديني أي إقشارة حتى أنا عايز أعرف قصد كيبه الإهتزاز ده لحد دلوقتي ما حصلش حاجة عرفيني يمكن أقدر أساعدك أو قولي لي مين اللي حاول يقتلك لكن فجأة الصندوق بيتقفل لوحده حاجة جواه وبتشوف واحدة وقفة قدامها وهي متعصبة ولما نزلت قولجة نزلت وراها وبتفضل تنده عليها وبتشوفها وهي بتقفل الباب بسرعة على نفسها جريد وفضلت تحاول تفتح الباب لحد ما سمعت صوت فيرا وهي بتصرخ وقتاريها خبطتها غصبة عنها وبتدخل وبتاخدها في حضنها وبتفضل تعيط وبعد عشرة أيام بتلاقي فيكتور وكارلوس على الباب وكانوا عايزين يتطمينوا على فيرا لكن فيرا ما كانتش عايزة تطلع لفيكتور ولما جات تجري شافوا الشهة وسأل قولجة عن سبب الكادمة اللي فيها وبيتعصب وبيقولها انت فقدتها من اللحظة دي ولما بيمشي كارلوس بيقولها إيه اللي بيحصل انت بقالك عشرة أيام مش ظهر على الخريطة حتى الجلسة فيرا ما بتحضرهاش انت كده هتوصل فيكتور لطريق تاني قالت له انها مش هينفع تبعد عن فيرا لازم تبقى جنبها عشان تمنع أي حاجة ممكن تحصل فبيهديها وبيقولها تحكي له إيه اللي حصل قالت له انها شافت نفس البنت تاني فبيقولها انها لازم تسمح لفيرا تروح بيت فيكتور قالت له انها ما بتحبش مريانا وخايفة لو رحت هناك تكون أول ضحية لها لكن وهم بيتكلموا بيلاي وفيكتور جاي بظبيت شرطة فبتضطر تخلي فيرا تروح معا فيكتور ولما بتطلع تحضر حاجتها بتقول لها هم يومين اتنين بس وهتيجي تاني لكن بتتصدم لما فيرا بترد عليها وبتقول لها احنا لازم نشوف حل انا عايزة عيش حياة مستقرة وبتحدونها وبتخب بعضها وبتمشي وبتفضل قلق قعدة ترجع مذكرة أول ضحية وبتقول لكارلوس تفتكر كانت تقصد بالاهتزاز انهم اخدوا غصب عنها مثلا وكانت حرفيا هتتجنن الناحية التانية فيرا بتشوف فيكتور ومريانا وفجأة بيحصل زلزال وبتخاف مريانا وبتقول له يلا نجري بسرعة ونسيت ان فيرا موجودة أصلا ووقتها فيرا دخلت قضتها وقفلت على نفسها وفيدل فيكتور يخبط عليها عشان يخرجها بس ايا ما كانتش طيقة مريانا وكانت عايزة تولع فيها وبرضو بيحصل نفس الزلزال عند أولجا وبتتسدم وبتقول له ان دا الاهتزاز اللي كانت فيرا تقصده وبتقول له انهم لازم يلحقها دلوقتي قبل ما تقتل مريانا والزلزال بيعد على خير وفيكتور ومريانا بيطلعوا يناموا وبتدخل فيرا عليهم وبتاخد الحلقة بتاع مريانا وبتسحب فيكتور هو كمان وبيشوف المقص وبيتعصب وبياخدها على برا وبيقول لها تدخل قضتها وما تطلعش منها تاني فبتقول له انتوا كنتوا عايزين تسيبوني في الزلزال وتمشوا وبالغلط بتزقوا غزب عنها لكن للأسف بيقع وبيموت في ساعتها وبتدخل أولجا في نفس اللحظة وبتشوف المنظر وبتسدم وبعد شوية الشرطة بتوصل وبيقولوا الأولجا توقف فينا لحد ما التحية يخلص لكن أولجا بتخاف على فيرا وبتتسحب منهم وبتاخدها وبتمشي وفي السكة بتقول لها انت مش حاسة انك عملت حاجة غلط قالت لها لأ دي كانت مجرد حدثة عيطت أولجا وقالت لها انت بوكي مات مفيش أي حاجة بتتحرك جواك يا بنت انت وفيرا ما كانش شغلها موت فيكتور نهائي ولا حتى كانت حاسة بالزنب فبتكرر أولجا انها تخلص من نفسها هي وفيرا وبتعلب العربية بيهم لكن الكارسة بقى يا عزيزي انها بيتفوق وبتلاقي نفسها متدقدغة في المستشفى وفيرا قدامها بتقول لها او انت كنت عايزة تخلصي مني وبتتصدم أولجا لما بتفتكر الكلام اللي في المذكرة عن الضحية التانية وكانت وقتها كدبا المريض كان عقله بيحاول يقاوم بس جسمه لأ وبتفهم ان هي الضحية التانية والسرير اللي كان محطوط ده كان لها هي يا عزيزي وبتفضل تعيط وكانت فقدة النطق وطبعا احنا عارفين كده مصيرها هي وبيخلص الفيلم علكت اللايك بايا عزيزي وما تنساش تقول لي رايك في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي